موسيقى اللواء الزبيدي يلتقي السفيرين المصري والامريكي اللواء بن بريك مشتده على اهمية دور الاعلام في تعزيز اللحمة الجنوبية المحافظ بن ماضي يتسلم وثائق العفو والسماح من اسرة الشهيد الشاب احمد زكي باسالم ويبارك الصلح ويؤكد فضله واثره على الفرد والمجتمع الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت يطلع على سير اعمال السيانة لمحطة الريان بالمكلة والتوقيع على محضر تسليم موقع مشروع اعادة تاهيل وبناء مركز الانزال السمكي بالشحر للمقاولة المنفذ طابت وقاتكم عزيزي المشاهدين من قناة عاد وقدموا الى حبرتكم هذه النشرة الاخبارية المفصلة من عنوينها الى تفاصيلها التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء دروس الزبيدي سفير جمهورية مصر العربية شقيقة لدى اليمن احمد فاروق وناقش اللقاء مسجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية في بلادنا والجهود الاقليمية والدولية المبذولة لانهاء الحرب واحلال السلام في البلاد من خلال عملية سياسية شاملة تأضم اطراف الصراع كافة لضمان حل عادل ومستدام لكافة القضايا وفي طريعتها قضية شعب الجنوب كما وقف اللقاء امام الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها السلطات المصرية والمتعلقة بتنظيم اجراءات السفر الى اراضيها وثمن اللواء الزبيدي المواقف الاصيلة لجمهورية مصر الشقيقة الى جانب شعبنا على امتداد التاريخ من جانبي اكد السفير المصري موقف مصر التابت الى جانب شعبنا ومساندة القيادة المصرية لجهود الرئاسة كما اكد حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة السهلات اليمنيين واكدا ان الاجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المتعلقة بتنظيم السفر والاقامة في مصر شاملت عددا من الجنسيات العربية والاجنبية وليس لها علاقة بأي اعتبارات اخرى استقبل نائب مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقال الجنوبي اللواء دروس الزبيدي سفير رليات المتحدة الامريكية لدى بلاد ناس سيفن فاجن وناقش لقاء مسجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية والانسانية في اليمن في ضوء الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمعين الاقليمي والدولي لاطلاق عملية سياسية شاملة لانهاء الحرب واحلال السلام عادل ومستدام في المنطقة وشدتها على استداد مجلس القيادة الرئاسي لانخراط في جهود السلام الامبية من خلال فريق التفاوض التابع للمجلس مشيرا الى ضرورة وضع اطار خاص لقضية شعب الجنوب في العملية السياسية القادمة باعتبارها مفتاح الحل وانهاء الصراع تطرق جانيبان الى الملفات الاقتصادية وجهود منع دهور الوضع الانساني نتيجة لاستمرار توقف تظهر النفط وحيث طلب رئيس الزبيدي بدعم الحكومة لتعزيز الموارد وتقليص المصروفات واجراء اصلاحات مالية وادارية ودعا الى منح التجار المستوردين التسهيلات ووضع حد للممارسات التعصفية لمليشيا الحوث الارهابية المدعومة من ايران ضد التجار المستوردين عبر موانئ الجنوب اجتمع رئيس الجمعية الوطنية القائم باعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء ركن احمد سعيد بن بريك باعضاء مجلس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي ونقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين واشهد بالنتائج الكبيرة للمؤتمر الاول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين شددا على دور الإعلام بالمرحلة الراهنة لتحقيق الاستفاف الوطني وبث روح التسامح والاسهام في تعزيز اللحمة الجنوبية شددا على صناعة الرأي العام وتوجيهه للقضايا الوطنية تحقيقا لتطلعات شعب الجنوب المشروعة والعادلة في استعارة وبناء دولته على كامل ترابه الوطني لافتا إلى الحاجة لتوحيد الخطاب والرسائل الإعلامية والابتعاد عن المناكفات والشائعات الهادفة لإثارة النعارات المناطقية والطائفية بين الجنوبيين اطلع رئيس الجمعية الوطنية القائمة بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك خلال استقباله ممثل الروضة الكندية الدولية في العاصمة عدن على مستوى نجاح تجربة إنشاء أول روضة أطفال نموذجية بمواصفات عالمية وجودة تعليمية في العاصمة عدن وصرد لقاء دور الروضة في دمج وتأهيد أطفال التوحد والصعوبات النطق والتخاطب وصعوبات التعلم وأهمية التعلم ما قبل المدرسة ودور رياض الأطفال في دعم تطور الدول المتقدمة شدد بن بريك على حرص المجلس الانتقالي الجنوبي والجمعية الوطنية على الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية والتعليم المبكر للأطفال موجها لجنتي التربية والأعلام في الجمعية بالنزول إلى الروضة الكندية للدولية بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد بن مبارك مع سفير روليات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجون مسجدات الأوضاع وتطورات على بلادنا على ضو الجهود والمساعي الدولية المفذولة لإحلال السلام وإنهاء الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية صرد الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين حيث أشاد بن مبارك بالدعم الأمريكي لبلادنا في مختلف الجوانب وخاصة في الجوانب الإنسانية والتعاون الأمني التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك سفير جمهورية فرنسا لدى اليمن جان مالي صفا وناقش اللقاء تطورات في اليمن والجهود المبدولة للتحقيق تسوية سياسية تطرق الجانبان للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الإنسانية نتيجة للحرب الاقتصادية التي تتجنها مليشا الحوثي على مقدرات ومكتسبات الشعب اليمني بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب في العاصمة عدن مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة أحمد أوجه تعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية والاقتصادية والخدمية في اليمن بتمويل دولي تطرق اللقاء إلى مناقشة الجوانب الفنية لبرنامج الدخول للتعافي الاقتصادي وإطار التنمية والمقدم من البرنامج الأممي إلى البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن كما تناول اللقاء جهود إنشاء صندوق ضمانات التأمين لتخفيض أقصات التأمين البحري ومشروع ميناء حجيف في عدن الممول من الحكومة الألمانية ومشروع الطاقة المتجددة الممول من الصندوق الكويتي ومشاريع ودراسات تغيير المناخ التي يعدها البرنامج الإنمائي أكد وزير الصحة العامة والسكانة دكتور قاسم بوحيبح على أهمية دور اللجنة الفنية بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في ضبط وقوننة السوق الدوائية في البلاد طلع وزير الصحة خلال اجتماعه باللجنة الفنية بالهيئة العليا للأدوية بالعاصمة عدن على سير العمل في إدارة التسجيل في اللجنة مستمعا من مدير الإدارة دكتور سعاد الحبيشي عن الآليات المتبعة في تسجيل الشركات والمؤسسات الدوائية ونوعية الأصناف المسجلة والطرق القانونية لتنظيم عملية الاستيراد دعا محافظ العاصمة عدن أحمد لملس شركات النقل الملاحية لتسهيل رحلات مباشرة إلى ميناء عدن لتسهيل حركة التجارة والاستيراد والتخفيف من التكاليف على التجارة كشفها في اجتماع مشترك مع وزير النقل عبدالسلام حميد وعدد من المسؤولين في قطاع النقل والتجارة عن تعليق رسوم الصناديق المفروضة من بعض الجهات على البضائع المستوردة مؤكدا إن القرار يسهم في تحفيز شركات النقل الملاحية لزيادة رحلاتها إلى الميناء وحذر من إجراءات صالمة وسريعة بمواجهة أي جبايات غير قانونية تمارس في بعض النقاط على مداخل العاصمة كونها تؤثر سلبا على حركة النقل والتجارة في المدينة اطلع محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي بالمكلة على ترتيبات إقامة مهرجان كرامة اليمن لأفلام حقوق الإنسان لتمكين الأصوات الشبابية من إحداث تغييرات إيجابية في مجتمعاتها ودعم أنشطة السلام وحقوق الإنسان من خلال الفن والثقافة والإعلام واستمع المحافظ من رئيس مبادرة ميمز الفنية محمد أبا وزير والمدير التنفيذي شيماء بن عثمان ومدير المشاريع سعيد الأشولي إلى جملة من المشاريع والمهرجانات والأفلام التي نظمتها المبادرة عن طريق الفن لمناصرة قضايا المجتمع وتحفيز الاقتصاد الإبداعي والدخل من خلال الصناعات الإبداعية وإنتاج منتجات تقليدية وأشاد المحافظ بالمشاريع الفنية والإبداعية شبابية للمبادرة مؤكدا أهمية الاهتمام بالمحتوى الهادف لإيصال رسالة التغيير والتحفيز في أوساط المجتمع تسلم محافظ حضر موت مبغوطة بن ماضي بالمكلة وثائق العفو والسماح من أسرة الشهيد الشاب أحمد زكيبا سالم حفاظا منها على التوافق والسلم المجتمعي وإكراما لشهر رمضان وتقديرا لزيارة المحافظ الماضي لمنزلهم وتقديمه واجب العزاء ولجهوده مع لجنة إصلاح ذات البين بالمحافظة سلم رئيس وأعضاء لجنة إصلاح ذات البين بالمحافظة المحافظة بحضور العميد مطيع سعيد المنهالي وثائق العفو والسماح المقدمة من أسرة الأخ زكيبا سالم في قضية ابنهما الشهيد أحمد التي وقعت قبل عام من الآن وبارك محافظ حضر موت هذا الصلح والعفو مؤكدا فضله وأثره على الفرد والمجتمع نبقى أيضا في حضر موت حيث طلع محافظ حضر موت مبغوطة بن ماضي بالمكلة على سير الخارطة البرمجية رمضانية لإذاعة المكلة واستمع المحافظ من مدير عام الإذاعة دكتورة دعا سالم بوزير ومديري الإدارات والأقسام إلى استعراض للخارطة الرمضانية التي تشمل برامج متنوعة هادفة ومسابقات للجمهور أشهد المحافظ بالرسالة التوعوية التي تؤديها إذاعة المكلة من خلال برامجها الهادفة وارتباطها المباشر بالمجتمع اطلع الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح العمق بالمكلة على سير الأعمال التي تنفذها فرق المهندسين بمؤسستي التوليد والكهرباء والخبراء بشركة وارتسيلة لصيانة مولدات الكهرباء بمحطة الريال المركزية في إطار جهود السلطة المحلية بالمحافظة لتحسين خدمة الكهرباء خلال الصيف وتعرف الأمين العام إلى نصبة الإنجاز في أعمال الصيانة التي يجريها فريق الخبراء والمهندسين الأجانب والمحليين في مولدات المحطة لتعزيز التوليد سيما خلال أشهر الصيف ومن المتوقع أن يتم خلال هذا الأسبوع تشغيل واحدا من مولدات المحطة عقب الانتهاء من إجراء عمال الصيانة له وعلى أن يتم إدخال مولد آخر للخدمة بعد أن تستكمل اللمسات الأخيرة المتبقية بنهاية شهر رمضان المباركة وفي وادي حضر موت طلع وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العاملي في زيارته للمؤسسة العامة للكهرباء بوادي والصحراء حضر موت على نسبة الإنجاز في مشروع الخط الناقل خرير قريو 132 كيلو فولت ومحطات التحويل كما تعرف الوكيل العامري من نائب مدير عامل منطقة المهندس صلاح بن حريز ومدير إدارة التوزيع في المنطقة المهندس كرامة الصفواني على سير الإنجاز في الخط الناقل جثما وعلى الأعمال التحسينية على شبكة بشكل عام والمناطق الغربية من الوادي بشكل خاص لتسهموا في معالجة الكثير من الأعطاب المتكررة حدوثها كما استمع العامري من مدير فرع المؤسسة بالقطن المهندس عبدالقادر باللعجم على أبرز الصعوبات التي تواجه المناطق الغربية من الوادي من ضعف الفولتية الناتج عن تباعد المناطق ومشكلة تدني نسبة التحصيل فيها والربط العشوائي والإجراءات المتخدة تجاه المخالفين ووجه الوكيل العامري بسرعة إيجاد معالجات بذيلة لتعويض فاقد الطاقة أثناء الصيانة مشددا على أهمية تضافر الجهود في سبيل الوصول إلى مستوى تقديم خدمة أفضل للمواطنين بحضور رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر العربي المهندس يسلم باب الغومة ومدير مديرية الشحر الأستاذ عادل بعكابة تم اليوم تسليم من موقع مشروع إعادة تأهيل وبناء مركز الإنزال السمكي بالشحر للمقاول المنفذ مجموعة يونسفال يمن للدعم اللوجستي والإنشاء المحدودة بتمويل من الوكالة الألمانية والجهة الاستشارية هاني السوحلي للاستشارات الهندسية ويشمل المشروع إعادة تأهيل المبناء القائم بالإضافة إلى إنشاء مباني إدارية ومحطة توقود ومركز توعوي ومصنع تلج وماطور قهربائي وغيرها من المباني أضرورية التي يحتاجها مركز الإنزال السمكي تفقد مدير عام مديرية الشحر الأستاذ عادل باعكابة برفقة مدير مؤسسة المياه والصرف الصحيب المديرية المهندس هاني باعكام الإصلاحات بشبكة الأباري في حقل الدك داك والتي تعرضت للجرف نتيجة للسيول التي جدتها المديرية في الأيام الماضية ووجه باعكابة سرعة إصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الأباري ووضع الحلول والمعالجات الفنية لمنع جرف الخطوط الوقعة في منتصف الوادي والتي تؤثر في حال تعرضها لأضرار على تموين المياه الواصلة إلى المديرية عبرت الجمهورية اليمنية عن إذنتها واستنكارها بأشد العبارات للاقتحام السافر لقوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف والاعتداءات الوحشية واللا إنسانية ضد المصلين والمعتكفين داخل المسجد ما أثر عنه من إصابات واعتقالات ودعت وزارة الخارجية في بيان لها المجتمع الدولي إلى مغادرة مربع الصمت والعمل الفوري على وقف هذا التصعيد المتكرر بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية مجددا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة وفقا لكافة القرارات والتشريعات الدولية أدان مجلس الأمن الدولي بشدة تصعيد العسكري الأخير لميليشيا الحوث الإرهابية في مأرب وشبوة والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات وتشريع العائلات واستهداف كبار مسؤولية الحكومة اليمنية في تعز عرب أعضاء المجلس في بيان صادر عنهم عن دعمهم القوي للجهود المبذولة لتأمين وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية يمنية يمنية شاملة تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بناء على المرجعيات المتفقه عليها دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجة العربية جاسم محمد البداوي أبناء الشعب اليمني إلى وحدة الصف وإعلاء مصلحة اليمن العليا ينعم بالسلام والأمن والاستقرار وأكد البداوي في بيان بمناسبة مرور عام على المشاورات اليمنية اليمنية إن الظروف الحالية مواتية للإنخراط في محادثات السلام للتوصل إلى حل سياسي وفق المبادرات الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرار مجلس الأمن 2016 نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الثامنة لمشروع كفلة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم في محافظات عدن ومأرب ولحج بالتزامن مع أسبوع اليتيم العربي الذي يصادف السابع من أبريل ذكر المركز في بيان أن المشروع يسادف كفلة 212 يتيما في محافظة مأرب بالإضافة إلى تدريب ودعم وتمكين 50 أسرى معيلة للأيتام اقتصاديا من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية في إدارة المشاريع الصغيرة وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع زكاة الفطر لعام 1444 هجرية في اليمن تدريب والاتفاقية التي وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيزة إلى إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها من النازحين والأيتام والفئات الأشد ضعفا في محافظة مأرب والساحل الغربي ليستفيد منها 84 الفرد وفي ختام النشر عزائي المشاهدين إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء اللواء الزبيدي يلتقي السفيرين المصري والأمريكي اللواء بن بريك يشدده على أهمية دور الأعلام في تعزيز اللحمة الجنوبية المحافظ بن ماضي يتسلم وثائق العفو والسماح من أسرة الشهيد الشاب أحمد زكي باسالم ويبارك الصلح ويؤكد فضله وأثره على الفرد والمجتمع الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت يطلع على سير أعمال الصيانة لمحطة الريان بالمكلة والتوقيع على محضر تسليم موقع مشروع إعادة تأهيل وبناء مركز الإنزال السمكي بالشحر للمقاولة المنفج قدمنا إلى حضراتكم عزيزي المشاهدين هذه النشرة الإخبارية المفصلة من استيديوهاتنا في قناة عادة شكرا لطيب المتابعة صوما مقبولا وإفطارا شهيا إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة